مرحباً جميعاً في مرحباً في مرحباً جديد لغة أجنبية متخصصة في مجال الدراسات السياحية وإدارة الضيار أممم أممم مرحباً الحلية المضش Worlds المضش المضش who's angry block of their emotions and in the model of the picture we have a receptionist who was saying what can I do do you think we are going to talk about other complaints yes الصورة اللي احنا شفناها من شوية كانت صورة لي موظف استقبال في فندق وحواليه مجموعة ناس كان في حال ضغطب شديد فاحنا هنتكلم النهاردة او موضوعنا عن الهضل complaint اللي هي شكاوى الفنادق فوالت holy موضوعنا عن الاندحين يوجد انظروا عامل شعور لسوأ معلوم لرقة موقع نظروا صورة باقصة لا يواجهة ويقعون من خلال موضوعنا عن الاندحين أحد الشكاوى اللي ممكن تظهر حاجات فكهية زي ما في الصورة قدامنا بيقول إن البروشور بيقول إنه الفطار في السرير فردت موظفة الاستقبال وقالت الكلام ده صحيح لو حضرتك حملت السرير ونزلت به لغرفة الطعام making complaints in adult means that you bought source your evaluation إني بعمل شكوى معناها نبقول تقييمي إيه للفندق ده if I am satisfied هل أنا مرضي or dissatisfied غير مرضي if I make a complaint لو عندي شكوى this means I'm dissatisfied لو انا عندي شكوى معاناها ان انا شخص غير راضي عن الخدمة قدامنا مجموعة من الشكاوى اللي ممكن نلاقيها للجسد للضيوف او للعملاء في الفناضق بعض الشكاوى الخاصة بالتعاملات بغير ادب بغير بخصية بشكل مختلف بشكل مختلف يبقى الاتذيوشنل maybe you have impolite and professional in different behavior دي الحاجات الخاصة بالنواح السلوكية السلوك مختلف مش متخص او معتاد وغير يعني متعلق بلاد بعض الشكاوى بتبقى حاجات يعني غير معتادة like weather traffic transportation زي التقس المرور وسائل النأس and there are complaints related with food and beverage related حاجات متعلقة بالاكل بقى وما يرتبط بي زي not called properly حاجات مش مواطحية بشكل جايد salt staled food protein size حاجات متعلقة بنوايات الأكل أحجمها وخيرها في عندي complaints related with services بعض الشكاوى المرتبطة بالخدمات like slow service لحد ما الخدمة بطيئة anti-droom anti-droom غرفة مش مترتبة miss wake up call مكالمات فائتة لما يكون انا طالب خدمة ان حادي يعني يعملي عملية الإيقاظ لو وراي موعد او حاجة ignored request ان حادي يتجاهل الطلب لان طلب طوالك some complaints related with mechanical في بعض الشكاوى مرتبطة بالحاجات الميكانيكية ميكانيكية دي air conditioner تكييف banding matching tv wifi light plumbing حاجات زي التكييف الأجهزة التلفزيون الواي فاي الضوء السباكة كل دي تعتبر حاجات فيها نوع من أنواع الميكانيكية أو الألات أو الأجهزة الموجودة داخل الوتل rooms released في حاجات مترتبطة بالغرفة نفسها like the wrong view الوجهة الخاصة بالغرفة all matrices الفرش الى حد ما ميكونش جديد poor lines booked both assigned الممكن يكون حاجة داي مختلفة عن اللي أنا وقعت فيه أو الخدمات اللي مش كويسة أو الفرش القديم كل دي حاجات مرتبطة بالغرفة المملكة الإعرافات نحوًا آخر المترجم للقناة 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 موضوع 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 parents موضوع جيدا جيدا سيئة فرضي. أرتكبت لبرنامج خلال توجد من ملايين. ترجمة الفرنة من عائل من 3 مجدد. يطلب من خلال، سيئة. أيضا وعم dels أجمام الفرنة. بطريقة توجد آل ألاسياء الثامنة. This is the reception number Thank you I wish you a pleasant stay with us Dad, can you give me your cell phone? I want to play Candy Crush Let me answer a few urgent emails first In the meantime, you can turn on the TV and watch the cartoons Alright I am very hungry I'm going to take a shower first And then, we're going to eat at the hotel restaurant? Yes, it works But what's going on? I can't connect to the Wi-Fi Dad Wait I haven't even started Dad, the television isn't working Nicholas, can you call reception? There is no hot water It's unbelievable Nothing works in this room Hello My name is Nicholas Johnson, room number 25 Yes, Mr. Johnson How can I help you? Nothing works in this room The Wi-Fi and the television do not work The Wi-Fi and the television do not work And there is not even hot water I'm really sorry I will send someone right away To fix the Wi-Fi and TV And for hot water? I'll call the plumber I can't wait Give me another room I'll try to find you another room Hurry, please There's room number 21 It's on the same floor I'll bring you the key right away All right, I'm waiting Here is the key to room number 21 We are very sorry for the inconvenience Mom, I'm hungry I know, my darling We have already ordered Our dishes are coming soon Here is your pizza Here are your dishes Enjoy your lunch Mom, the pizza is coming Cold Let me see Oh yes, you are right It doesn't matter We'll order another one In the meantime You can eat grilled meat with me Wait, I'll cut it Oh my god This pasta is too salty The meat is half cooked It is truly inedible It's unbearable I'll go see the manager It's intolerable First, there are problems with the room And now with the meal What's wrong, sir? Come see and decide for yourself The pizza is cold The meat is semi-cooked And the pasta is super salty I'm so sorry I'm so sorry All dishes will be changed This is unacceptable These are not the standards of a five-star hotel Please accept our sincere apologies For the inconvenience caused I can no longer stay in this hotel Please give us a chance to fix these issues Believe me, you won't be disappointed I'm going to give you one last chance But I'm warning you I'm leaving at the slightest mistake The video talks about complaints in different situations At the beginning when he makes a reservation He had the room But there were problems in their room The problems were No Wi-Fi No TV No hot water Nothing works in the room Nothing works in the room No Wi-Fi Don't work And there is not even hot water طيب دي كانت الفرس كمليين Then They changed the room And Come down to the restaurant بعد كده غير الغرفة ونزل للرستوران المطعم كان في طلبات خاصة بهو في المطعم والأكل ثلاثة أشخاص كمليهم أكل مختلفة الولد كان طالب بيزا وكان فيها برابلم إنها اسكولد كانت البيزا للأسف بردة ومش كويسة الحاجة الثانية كانت الأم المام طالبة آآ جرال مي والجرال مي بتاعتها كانت للأسف مش مستوية كويس كانت مش مقبولة إنها تقولها والراجل هيا هنا الميت is half card نصف السوى والراجل كان طالب باستا والباستا بتاعته كانت very salty كانت الملحاها زيادة فالثلاث أخطاء في الطعام كانوا بالنسبة لهم it's unpeerable حاجة غير محتملة حاجة ما حدش يقدر يتحملها لإنها كتير آآ توجه مرة تانية للreceptionist في الفرونت داسك واتكلم عن غضبه أو الكمبليم بتاعته آآ إن الحاجة دي intralable حاجة يعنيفة أو حاجة مش كويسة آآ إزاي يلاقي آآ مشاكل جديدة بعد المشاكل وجيته في الغرفة تكون مرتبطة بالوجبة بالميل فبدأت إنها تحاول تعمل apple jazz تعتذر هو قال pizza is cold meat is semi cold and pasta is super salty البيتزا بردة واللحمة نص سوى والمكارونا ملحاها زياد فهي قدمت أكتر من اعتذار وحاولت إنها تغير الوجبات دي حيث إنه هو يكون راضي في الأول رفض قال إن ده unacceptable لإنه في عندي standard في مستوى لل five stars huddle للفنادق الخمس نجوم فهو كده الفندق ده مش ماشي على الحكاية دي وكتالي هو مش عايز يستمع لكن في الآخر خضوا على كلامها وقال إنه هو هيديها فرصة أخيرة last chance لكن هو بيحظر إنه هو ها هو سوف يتحرك في مستوى للفندق هاي يغادر الفندق لو في عندي أدفع سبب سلاي تاس سلاي تاس مستوى أه وبالفعل أعمل مع الفارس داسك أو الريسابشون لما يكون شي عنده مشكلة ثم ثم بعد كما ممكن من المشكلة بتاعتنا لمبعد الموجودين داخل فندق نفسه في الموجودين أصحابه وخلافه ثم 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 أعرف الناس بشكل عام رأي في اللقاء ده إحنا هنتكلم على الجانب الأول اللي هو الخاص بالغضل السطاف اللي هو الفريق اللي موجود داخل الفندق في الموقع بتاعه I make contact the person at the front desk طبعا هنا بالتعامل مع الفندسك زي ما حصل من شوية في الفيديو اللي سمعناه Ask for the manager on GRD أو بسأل عالمدير وهو هنا كان برضه في الفيديو قال انه في موحلة الميال الوجبه عايز يتواصل مع المدير and request to talk to the general manager أو بطلب اني بتكلم مع المدير العام Contact person at the first or the front desk اني بتعامل مع الشخص اللي موجود في المكتب الأمامي This is the first step in complaining about how they'll stay is to talk to the person at the front desk دهار دي الخطوة الأولى اني بتعامل مع الأشخاص اللي في المكتب الأمامي الأشخاص دول دورهم ايه؟ This person الشخص ده دوره Well serve as your intentional point of contact for loading a formal complaint or seeking some sort of re-straction الشخص ده دوره انه بيتعامل مع المشكلة ويحاول يجد لها حل أو يجد لها بديل You can do this during or after the last day ممكن نعمل ده أثناء وجدنا في الفندو أو بعد ما نخلص When speaking to this person لما نتكلم مع الشخص ده If you quote coach Tammy clever and explain You want to be very clear about what you are dissatisfied with لازم لما نتكلم مع الشخص ده نكون مرضحين إحنا مش راضين عن ايه؟ And only state the fact not the emotion ونحكي فقط الحقائق وليس مجرد الأحاسيس Approach the front desk calmly and blindly نبدأ الكلام كده بشكل فيه نوع من أنواع الهدوء والأدب بجملة زي Hello أهلا I stay in room 3-04 أنا كنت في الغرفة 304 This last week الأسبوع اللي فات And I experienced problems كان عندي نشاكل During my stay خلال الفترة اللي قضيتها هنا Clearly state your problem or action مفوض نوضح الجملة بقى اللي فيها مشكلة بشكل واضح زي During my stay أثناء قمت بجندو Bit part Infested my sweet case كان عندي مشكلة في الحاجات المتعلقة بالسدير إنها عملتك بعض المشاكل فلسفيك طيب Explain what will give you satisfaction وبقول إيه اللي يريدين Be realistic خليني شخص واقعي About what you want the hotel to do to make you happy إن أنا أحدد الفندو المفروض يعمل إيه عشان يخليني سعيد Rather than demanding that the hotel compensate you for replacing your wardrobe يعني مش معقولنا هطلب حاجة أكثر من إمكانية الفندو أو حاجة فوق الخسارة اللي أنا خدتها لأنا بطلب حاجة متوقعة تكون فعلا هتعوضني وتحسن من الموقف After all you can't prove your occasion وإلا ما اشتكيش لو أنا هتخطى الحدود دي ما اشتكيش Request a refund to your stay and or a voucher for future ممكن أطلب تعويض عن اللي حصل لي أثناء قمتي أو تخفيض عن حاجزي في الفندو ده في المستبه Avoid cutting the person off نتجنب أن نحن نقطع كثير الشخص اللي بيكلم معينا في الفندس They are responding لأنهما أكيد هيستجيبوا Always lesson دايما نسمع carefully بحرص and attention attentively وبانتباه Until it is your turn to speak لحد ما يجي دورك في الكلام طيب انتهى دور الفندس From desk ممكن ask for the manager on duty أسأل عن المدير المسؤول في الفترة دي If the front desk person is unwilling or unable to restify the problem لو اللي في المكتب الأمامي يحلش المشكلة You need to request to speak to a manager أضطر إن أنا وقتها هتكلم مع المدير Very often عادة Managers have the ability and knowledge لأن المديرين بيبعندهم القدرة والمعلومة To restify problems that other stuff can't عشان يحلوا المشاكل اللي ما يقدرش يحلها غيره It is important that you remain specific and polite لازم نأكد مرة تانيا لازم تكون محدد ومؤدد When you speak with a manager لما تكلم مع المدير مثلا هتقول Whatever specific complaint you have لازم تتكلم مع الشاكل بالضبط أنت تشتكي منها I would put in a bullet point كتب أحددها في نقاط بعد كده هو هيشاركها مع المختصين شوف لها حال زي مثلا إني أشتكي كلات I do night at the restaurant yesterday يعني التجربة بالنسبة لي جيدة لكن في المرة الأخيرة السيرفر الشخصية اللي المفروض بتبقى مسؤولة داخل المطعم أو الخادم اللي في المطعم كانت إلى حد ما بطيئة شوية في استجابتها بينها تحضر الطعام ومش يعني ما خدت وقت طويل حتى عشان تجيب الفطور أنا هتكلمت بالطلي بأدب Thank you so much for your help لو هو سعدني فاشكره But I would like to talk with the manager شكرا للمساعدة لكن أنا هنا ممكن أطلب إن أتكلم كمان مع المانجر If you are not on site call the location and ask for the manager لو أنت مش في الموقع أو في المكان ممكن تتواصل مع المدير لحظ طيب لو ما حلش المشكلة You can talk to the general manager تقدر تتكلم مع المدير العام المانجر المدير المسؤول هو الشخص اللي بيسبق المدير العام وبالتالي هو أنا هنا بعمل escalating بكبر المشكلة أو برفقنا In the end The general manager should be open to hear your complaints and to taking steps to resolve any outstanding issues مفروض المدير العام هنا با بيسمع الشكوى و بحاول يحط خطوات فعلية عشان يحلها Politely ask the manager or staff member for general manager's contact information طبعا عشان نحصل على البيانات الخاصة بالمدير العام بأدب كده بتطلب بشكل بسيط بسيط Staff member or church manager may be hastened to provide the general manager's contact information أحيان ممكن لقي إنه هما مطالبدين كعملين أو موظفين أو مدير مسؤول إنه يدي رقم المدير العام Make sure to people like خليك يعني مؤدب بشكل كافي and insist until they belong من اللح الحد ما ناخد الرقم لو الموضوع It's urgent Follow up intentional phone calls or personal inquiries for this information until you get the general manager's contact information طبعا ده محتاج متابعة واستمرار في عملية الأدب وتعامل مع الأشخاص اللي موجودين علشان انت المفروض اه شخص منذج unsatisfied لكن انت بتطلب حقك بإيه بأدب وبدأكي The second type of complaining related with the level of escalating your complaint هنا المستوى الثاني من الشكاوى أنت بدأت تكبر المشكلة You are going to contact the corporate entity if one is here You are going to contact who brought you the URL You have a file complaint with the relevant regular device The last step you can share your complaint تذر من تكتشاير شك و بتعتك By a review or internet website By a report By telling friends and associates about By this we have finished our meeting today Thank you very much And we will wait for you soon Goodbye Thank you Thank you